لا شك في أن الملابس الجميلة العائدة إلى الحقبة الإمبراطورية في فييتنام لا تتماشى بحريرها الناعم وتطريزاتها المتناهية الدقة وأكمامها الواسعة والفضفاضة مع متطلبات الحياة العصرية غير أن مصمما شابا يسعى إلى أقناع أبناء جيله بأن ارتداءها ما زال ممكن اليوم طموحي هو أن يكون في كل خزانة ملابس فيتنامية إلى جانب الألبس الغربية التراز والسراويل والفساتين زي واحد على الأقل قائم على الأزياء الاحتفالية القديمة وخاصة بالمناسبات الهامة ويوظف المصمم الشاب أحد عشر شخصا في مشغله الواقع في هانوي وتستنسخ مجموعته غالبا الملابس التي كانت الطبقة الحاكمة تزدان بها في عهد سلالة نجوين التي حكمت فيتنام طوال قرن ونصف قرن تقريبا اعتبارا من العام 1802 وباتت تصاميمه تجذب المزيد من الشباب أظن أن هذه الأزياء القديمة التراز هي جزء من ثقافتنا البيتنامية ولابد لنا من أن نحافظ عليها وتصمم أيضا مجموعته التي أطلقها قبل عامين ملابس لمغنين وأغنيات مصورة وعروض أزياء تصمم تصمم شكرا